اصدقاء السلام عليكم insya Allah ومن خاطئكم في حلقة اخرى من اصنع مستقبله حلقة عامتงي اخرجي من م observe الحلقة سيكون على stato مشروع بك اول ومارو و asking you is a smart idea الدعم فقط المادي كذلك المعنوي والتأثير سوف تترك في الفكرة والمشروع لك حتى تفهمهم جيدا وكذلك سوف يواكبك في وسط المشروع لك لكي يكون ناجح نسبة كبيرة هذا الدعم ممكن أن يصل إلى 10 مليون كيف ممكن أن نأخذه؟ ما هي المشاريع التي نخدمه عليها؟ هذا الوقت سوف يخصنا لكي نأخذ الدعم بثاف الأسئلة سوف تجد الأجوبة في هذه الحلقة فأنت من تكبروا الشاشة وتركزوا حتى الأخير للحلقة لكي تكون فائدة نبدأوا على بركة الله قبل أن ندخل الحلقة أريد أن نقدم لكم واحدة خدمة مجانية بالنسبة لها لأنها تصل إلى الكثير من الرسائل في الواتساب هناك الكثير من 3000 ميساج وفي الواتساب هناك الكثير من 5000 ميساج في الانستغرام وفي الانستغرام لأنها تعتقدون أنهم لا يستطيع أن يجعبهم إنما كثير من الرسائل والخدمات التي لا يمكن أن نجعب الناس كاملين لهذا قررت أن ندخل الحلقة في الانستغرام لكي نجعب الناس مباشرة وهكذا سوف يستفدون الناس أكثر وكذلك سوف نربح الوقت نأخذ واحد من نهار في الأسبوع وغالبا سوف يكون سبت لكي ندخل الحلقة ونجعب على الأسئلة التي تستطرحها كاملين لكي يستفدون الناس وكذلك سوف يكون أنا أكثر وكذلك سوف يكون أكثر لكي نجعب على الأسئلة لكي ندخل الانستغرام لكي ندخل الانستغرام لكي ندخل النهار أو لتوقيت لكي نستطيع أن ندخل الحلقة ونجعب على أحد ونجعب على أي شخص لديه طريق تساؤل لأنني صراحة أنا أحسن لكي نجعب الناس لأنهم لا يوجد لوقت وكل شخص يجعبوا بوحدهم هذا الشيء يطلب لكي ندخل الوقت كثير بنت لكي نقدر هذه الفكرة أفضل إذا كنت تعجبكم دعونا في كومنتر لكي نعرف أنكم مهتمين ثم سوف نحدد النهار والساعة بالضبط بالنسبة للدعم كما تعرفون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كثير من الناس يسمعونها لكن قليل ما يبحث فيها أو لا حول يفهمها هي مبادرة كالدعم كل مرة شفئة معينة لفئات لها الشخص على حسب البرامج اللي يديره فهي يدعمون فبعدما يدعمون النساء في القرى يدعمون الجمعيات يدعمون التعاونيات يدعمون دول الاحتجاجات الخاصة كل مرة شنو يديره هذه المرة داروا برنامج خاص بالشباب ودعم للمقاولة وسموها بالبرنامج الثالث تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب هكذا اسموا هذا هو العنوان بالطبط هذا البرنامج الرابط سأخبركم في صندوق الوصف كي يريد أن يبحث أكثر يمكن أن يدخل للموقع المبادرة الوطنية ويعود أن يقرأ جيدا على هذا البرنامج هذا البرنامج سهل أي شخص عنده مشروع يريد أن يتمول عليه يمكن أن يتمول ويتبع الخطوات حتى يأخذ الدعم لأن المبادرة الوطنية تحسين إحصائيات تلقى كثير من مليون للشباب الذين لا يتمكنون عاطينين والسبب لا يتمكنون لديهم مادية وكذلك الأفكار تكون لديهم في كذلك المشروع فقط لا يتمكنون خطة تعمل لا يتمكنون كيف يتمكنون هذا المشروع فهي تلقى مبادرة لكي تدعمك ماديا وتأثرك لكي تعرف المشروع لكي تنجح يعني هذه فرصة لا يريد أن تطلع التي تطلع كل مدينة في كل منطقة في المغرب تحتمل قسم المبادرة الوطنية لتنمية البشري يعني انت في مدينتك سيسول كيين المبادرة الوطنية من بعد فهذا تتجاج لديهم مبادرة الوطنية تتكلفت وتتجاج في هاته تتكلفت لجمعية كبيرة تتكلفت برنامج فهذا تت alltش لديهم المقر وطنية تتحدث و الكيين المكلفة الحاضنة لهذا البرنامج للشباب لتحسين الداخل والإدماج الاقتصادي للشباب هم سوف يعطيك الكونتاكت أو لا ممكن تلقاها معلقة مما لأرقام الجمعيات المكلفين كتتواصل معهم ومشي عندهم المقر وكتقول لهم أني عندي فكرة واحد المشروع كي يسجلوا الفكرة ويأخذوا المعلومات ويتصلوا بك كي يبدأوا معك التأطير بالنسبة لأجمل وقت كي يبدأ هذا الشيء على طول السنة مفتوح الباب ديالهم يعني في أي وقت يجب أن تفعل هذه المباظرة يجب أن الباب مفتوح كي يأخذوا المعلومات لك هذه الجمعيات الحاضنة يتصلوا بك كي يبدأ التكوين الذي يكون بين 3-6 شهر على حسب الظروف ويعطيك تكوين عام ومهم للمشاريع بعد ذلك التكوين سيتصاوب ملف المشروع لتعاونك في هذه الدرفيت دراسة مالية ودراسة تقنية للمشروع فهذا الملف هو الذي يوجدها المشروع بعد ذلك تأتي لجنال أو تسمى الجنال الداخلية أو للانتقاء الأولي يعني ترى المشروع ويجب أن يرى فئة كبيرة التي تستحق أن المشروعها ممتاز وليس يمكن أن تحقق في أرض الواقع يقبلون الملفات ويجب أن المشروع يمكن أن ينجح أو لا وليس للمشروع يجب أن يجب أن ينجح في البروشيط لأنهم لا يريد الناس يضع المشروع في أرض الواقع بعد ذلك الانتقاء يتصلوا بك كذلك الجماعية لكي تضع الجنال يعني تضع الجنال ويجب أن تكون داخلية من الأولية عاد الجنال المبادرة الوطنية يعني الناس يمكلفون بالدعم لكي يرى المشروع أنه فعلا ويجب أن لا يوجد شيء مشكل وأنك يرى أن أنك فعلا بغيتي هنا يوافق لك على المشروع ويتقبل لكي تأخذ الدعم لكي تقبل المشروع يجب أن توجد ووراق وإجراءات كي يتوذل الدعم هذه المشروع لا يجب أن تتقدم شركة لكي تظبيه ويجب أن تكون مجرد ويجب أن تدخل لكي تدخل لكي تدخل من الأول إلى الدعم يجب أن تتقدم ملوف ويجب أن تتقدم الأمور لكن كي تدخل ومشارك كلها يجب أن تدخل لكي تدخل لكي تدخل المشكلة هناك مركز لكي سهل لكي يواكبك فيهم كامل حتى يتقبل لك المشروع سنجد لكم رقم الهاتف لهم لكي يتواصل معهم لكي يقدمون لكي يتقبل لكي يتقبل لكي يتقبل لكي يتقبل لكي يتقبل ثان التقبل لكي يتواصل لكي تنتقب ولوشرك هنا ينبعت بالشركة بين powered powered ومع العمالة أو الإقليم على حسب مين أنت هذه الشركة هي الدعم الذي يدعمك فيها والتأثر الذي يدارون معك وتبدأ المشروع لك وبالنسبة للدعم يدعمك على ثلاثة مراحل ففشكة السيني معهم يعطيك واحد الشكل فيه 30% الدعم وهذا الدعم يصل إلى 10 مليون كصقف يعني إذا كنت تأخذ الدعم يعني ممكن أن تأخذ 10 مليون وبالنسبة للمشروع يجب أن تكون هذا 10 مليون هي 60% بالنسبة للمشروع يعني أنهم يدعموا 60% من المشروع مثلا إذا كان المشروع كامل القيمة هي 10 مليون هم يدعمك 60% يعني يعطيك 6 مليون وإذا كان المشروع تقريبا بين 14 إلى 15 مليون كذلك هم يدعمك 60% التي تأتي تقريبا 10 مليون لكن من كل يوم يفوتون معك 10 مليون وإذا كان المشروع لا يجب أن يفوتون 15 مليون وإذا كانت تكلف بالباقي بمعنى أنهم يعطيك 10 مليون حسب المشروع إذا كان المشروع صغير سأعطيك 60% وإذا كان المشروع كبير سأعطيك 60% لكن لا يجب أن يفوتون 10 مليون لكل فرد وإذا كان المشروع والمشروع ممكن أن يدعمكم ويعطيكم كصغف 20 مليون وإذا كان المشروع بمعنى أن يخرجكم 10 مليون وإذا كان المشروع والمشروع يمكن أن تفضوء أكثر لكن يجب أن يفوتون المشروع فعلا حقيقي والناس يريدون أن يتقبل هذا المشروع يريدون أن أعطيكم 30% في الأول تصرفها هي الأولى و تشري المعطة التي يخصك من بعد شهر تقريبا يريدون أن أعطيكم 60% تمويل يعني لا يعطيك الفلوس كاملة في الأول يريدون أن أعطيك 30% منه من بعد يزيدك 60% ومن بعد يزيدك 10% لأنهم يريدون أن يشاهدون وواكبك ويشاهدون جيدا إلا أن لا أعطيك الفلوس وكاملة يريدون أن تقوم بتقريبا إلى شركة السي لأن تخرج الفلوس و تصور المشروع فكما قلت أن أعطيك 30% في الأول يزيدك 60% ومن بعد يزيدك 10% من الدعم لأن تزيد الدعم كذلك لأنه يريدون أن تقوم بتقريبا إلى المشروع وكاملة المشروع تأتيك الجمعية وكاملة التي تقومت بها تقوم بتقريبا إلى أطير وتردك محترف في المشروع يعني هذه الميزة أن تأتيك مديا وكذلك حتى في التقطيع وكاملة المشروع وكاملة المشروع هذا ما المراحل الذي يريدون أن يأخذ التعم عرفت أنه سيكون لديكم أسئلة كثيرة منها ما هي المشاريع التي يمكن أن نخدم بالنسبة للمشاريع التي يختارها أي مشروع لديه علاقة بالخدامات وآخر حلقة كنت تهضرت إلى الخدامات واشرحت لكم بها لما شاهدت آخرها مهمة يعود أن تتفرج فيها تقدر دمع هذا المشروع أو ما هي الأشياء التي تحتوي على صناعة يعني تنتج حالي سواء تصنعه في الخياطة أو للصنات لكن ما شرحت في الفيديو يتمهم أي حاجة تصنع فيها نشياء منتج التي يتبيعه المرافضة هو البيع المباشر يعني مثلا انك تقول لهم بغيت ندر المشروع هذه الحانوت و بغيت نبيع مباشرة هذا ترفضه إنما بغوك أن يكون عندك خدمات تقدم خدمات تركب شهازة تصوب شهازة أي حاجة سوف يدعمك فيها أو عندك صناعة البروديكسيون تنتج شهواج عدك تبيعهم يعني تقريبا جميع المشاريع قابلينها إلا البيع المباشر بحال مثلا تقول لهم بغيت نحل دروغري نبيع السلعة أو لابد نحل مواد الغذية يعني نبيع المباشرة هذه الحانة تجيب السلعة هذا ما تقبلوش بغول إنتاج بغول إبداع بغول أفكار بغول خدامات ديال الشباب باش ممكن يستفدو منهم الناس وبالنسبة للسن للطالبين لأن هذا مبادرة خاصة بالشباب من 18 سنة حتى 34 سنة هذا هو السن اللي حددو اللي ممكن يستفدو من هذا الدعم يعني السن ديال الشباب تقريبا أي وعفة السنة يمكن لي يأخذ الدعم ديال المشروع دياله فراكين دعم كبير لكي يدخل المبادرة الوطنية كملايين ديال الدرهم داخل المبادرة الوطنية باش تدعم الشباب لكي مع كامل الأسف أغلبية ما تكونوا عارفين بحال هذه المبادرة والشيء الذي يخلطوك الفلسي يبقى وحتى يرجعون والناس ضعت لأن المعلومة ما فرصهم فهذه فكرة لتقريبا كثير من سنتين باش بداية والناس شفتها كتستفد وكي عندي أصدقاء اللي يستفدو كذلك من هذا المشروع هذا وخدامي مزيان فقط فكرة ديال المشروع مبادرة انك تمشي ادفع لهم وتتبع معامل خطوات وكي يقرر وكي يعلموك تستفدو كذلك معرفيا وكي تدفع الملف ديالك إذا كان ما فيه تشي مشكل والخدمات ديالك مزيانة كي يقبلو عليك وكتاخد الدعم ديالك وكتبدأ على المشروع ديالك بلا مطرد لهم للفلس أو لشي فائدة أو لكي تقول لي حور باش تمشي في المشروع ديالك بالنسبة للجمعية تأثيرك من بعد المشروع ديالك بين عامة العامين لا حسب المشروع ديالك إذا كان لديك شئ تساؤلات أو شيء حالي فيها ممكن يساعدك يعني تأثير من جميع الجوانب سواء المادة ديالك ومعنويا باش المشروع ديالك يبقى مزيان هذا وكذلك من الحواج اللي يوجد في البلاد ديالنا لقليل اللي تيعرفهم وقليل اللي يستفد منهم نتمنى هذه الحلقة تكون فادتكم أكيد سيكون لديكم بزم ديال الأسئلة خليهم لي كذلك في التعليق باش ندير حلقة أخرى نجاوب عليها على جميع الأسئلة اللي طرحتو باش يكون جزء الثاني ديال هاد المبادرة اللي شرحت ما تنسوش دائما انه كيني بزم ديال الطرق باش نقدرون نصنع المستقبل ديالنا في أمان الله لكم